ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية ترأس اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية وخلال الاجتماع عرب سعادة وزير الخارجية عن بالغ شكره وتقديره لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الأمناء على جهودهم الطيبة وإسهاماتهم الملموسة والمقدرة في دعم الأكاديمية مؤكدا حرص الوزارة وسعيها الدائم على مواصلة بذل الجهود والبناء على ما تحقق من مستويات متقدمة ومتنامية لدعم وتدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من جلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورؤيتهما سديدة لمستقبل الدبلوماسية البحرينية الفاعلة